دانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات محاولة ميليشة الحوث الإرهابية المدعومة من إيران اعدام نحو 11 مواطنا من أبناء اتهامة بتهمة التخابر مع القوى 400 الإمريكية بجريمة تضاف لسلسلة جرائمها بحق الأسر والمختطفين وأكدت الشبكة في بيان لها أن ميليشة الحوث الإرهابية مستمرة في استخدام القضاء أداة لقمع المناوئين لها والرافضين لممارستها الإجرامية بحق المدنيين في المناطق الخاطعة لسيطرتها مشيرة إلى أنه خلال السنوات سنوات الانقلاب استخدمت ميليشة الحوث الإرهابية القضاء أداة لتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين وقامت بإصدار أحكام الإعدام بحق المئات من الصحفيين والناشطين والنساء وأوضحت الشبكة أن الميليشة الحوثية أصدرت أكثر من 400 حكما بالإعدام بحق معارضيها السياسيين ومدنيين وكانت الجريمة الأكبر التي نفذتها بحق المختطفين هي قيامها بإعدام تسعة من أبناء تهامة وسط ميدان التحرير بالعاصمة المختطفة صنعاء منتصف سبتمبر 2021 ميلادية معتبرة أن جريمة إعدام أبناء تهامة واحدة من أبشع الجرائم الحوثية التي ارتكبت ضد المدنيين اليمنيين بدم بارد ودعت الشبكة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل والضغط لإيقاف الأحكام الجائرة بحق المختطفين الذين أصدرت بحقهم أحكام إعدام أو أحكاما بالسجن والعمل على إنهاء معاناتهم وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط شكرا